منتابع مشاهدينا فقراتنا ومنوصل لفقري الضيف اليوم مع الفنان جون عكاوي صباح الخير جون صباح الخير لله الحمد لله ماشي الحال جون انت فنان طبعا بتغني اغاني يعني حلوة كتير جديدة بتغني كوفرز اكتر شي نعرفت فيهم خبرنا اول شي عن الكوفرز سانجزي اللي بلشت فيهم يمكن كانطلقتك بالبداية اول شي تانكيو زينة انا كتير مبسوط لنواعكم اليوم ونحنا كبير انا بلشت بالكوفرز تقريبا من شي خمس سنين بلشت اكيد تدريجيا بلشت بكل اللهجات مش بس لبنانة مصرية خليجة عراقية بلشت على سوشيال ميديا ايجاعت ناس الكوفرز سانجز وتعملون يعني تأديون بطريقتك صح يوتيوب شانل انستغرام عصر السوشيال ميديا يعني بدنا نلحق العصر والترند سو بلشت متل ما قلتلك بكذا لهجة وصرت بالاخر يعني ركز على كذا لهجة معينة اللي عم بيحبوها الناس منه كيف كان التفاعل يعني بنعرف انه في فترة معينة كتير الناس كانت تحب الكوفرز سانجز وأوقات تكون يعني الأداء من قبل الفناني اللي عم بغنية أفضل من الفناني الأساسي وتروح فيرل صار معك هيدا الشيء على السوشيال ميديا في كذا غنية في كذا غنية ضربوا أكيد أكتر من أغاني بقوة وأوقات نحن عن فكرة اللي بنعمل كوفرز بنأكل بلوك كرمال الكوبي رايتس صح بس وقت بتكون الفيرجن عن جد أجمل مع الاحترام أكيد للكل بس يمكن التوزيع بيكون شوية مختلفة الصوت اللي عم بيقديها يمكن بيكون عاطفية شيء إضافة لألة ممكن نأكل بلوك أوقات عليها وكمان صارت معا يعني كان في غنية كتير ضربة وقتها نزلت يومين أنا ضغرة رجعت نزلتها وما أقدر تنزلها أقف بيعملوا بلوك على اليوتيوب وعلى كل الشانس خلاص كأنه ما كانت الأغنية بتجارب مثلا شيء مرة تتواصل هلصر في رد من فنانين معينين أكيد دائما لايكس ريتويت كومنت حلو هيدا الشيء لأنه بتخيل اليوم لو الأغنية الأساسية كانت حلوة هيدا الشيء ما بيمنع أنه الأغنية تتغنى بطريقة حلوة ومؤخرا جان نزلت أصدرت أول أغنية لإلك اللي بعنوان حبني صح؟ صح كانت هي أول أغنية أول أغنية خبرنا شوي عن التحضيرات لها الأغنية وليش قررت أنه تطرحها بهيدا الوقت حبني أنا كتبة وملحنة كمانا ومتوزع كوكوبي هيدا الغنية صراحة إلا شي سنتين مسجلات وحطم الكليب كمان إلو فترة كان وبالعادة يعني أنا محضر كزر عمل وكلهم من كتابتي وألحانة هيدا أول واحدة قررت أنطلق فيها كيف كانت الأصداء؟ الأصداء الحمد لله منيحة كأول عمل يعني الحمد لله ما في قول غير هيك يعني بالنهاية بعدنا مبلشين وبدأ نطلع عسلم شوي شوي حلو شو بدك تسمعنا هيك جان مشاهدين هلأ أكيد بيكونوا عم بقولوا بغانا سمع صوته أكيد مرغني مشاعر يلا اللي بيفكري فارق بس لول المشاعر واللي سامح حد جارح راضي زل المشاعر واللي داره بابتسامه من عيني يمر المشاعر واللي نفسه قصات حبيبه يبن عليه حبة مشاعر يهدي 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 المشاعر يهدي يهدي المشاعر شو هالثوت الحلو والكله أحساس جان خبرنا اليوم شو صعوبة الفن يعني منعرف ان احنا عم نقطع بفترة في كتير أصوات حلوة مثلك جان في كتير عالم عم يشتغلوا صح عم بينزلوا أغاني حلوة بس للأسف ما عم ياخدوا حقهم يعني بتحس اليوم انه في الفنانين يلي طبع يعني يعني لهم فترة هيمنوا ومرجعنا شفنا هيك شيء الجديد عم يطلع طبعا كل الاحترام لألون وقدموا فن كتير حلو وبعدون لها اللي عم بقدموا فن كتير حلو بس ما في شانس للجيل الجديد انه يبين مثل ما هن قدروا يوصلوا ويحققوا هالنجومية الكبيرة ليه بتقول هلأ للأسف انه بتحس فيك لكات يعني عندك معارف عندك بيار بياخدوك عندك وسطة من حدا بتوصف فيك بصير عندك شانس أكتر تطلع العالم اللي ما عنده دعم بده تجرب هيك يعني هي تخبط لحاله ستاب ستاب يعني بيصير الطريق أصعب الطريق أكيد بيصير أصعب وأطول يعني في عالم إذا بديك حتى ما خص الدعم أوقات أوقات في عالم بيحلفهم الحظ ما بيكون عندهم هالموهبة كمان الحظ بيلعب دور شو بتجرب تعمل يعني اليوم كف النين نجا صوتك حلو عندك هيدا الموهبة شو بتجرب تعمل أكتر شيء لتثبت حالك يعني اليوم هل أنت بتعتمد أكتر شيء على السوشيل ميديا أو على الكليب على الإزاعات على التليفزيونيات لأنه كمان اليوم مكلف هيدا الشيء أنه شخص هو يكون عم ينتج لحاله وعم بده يسوق كمانا لأغنيته مكلف كتير وما بتقدر تستمر يعني بيصير الواحد بده يطول كل فترة ليقدر ينزل عمل إذا أنت أشخاص هلأ أكيد كرميل السوشيل ميديا هي هلأ المهايميني كمانا هي هلأ كل شيء أكيد بالإضافة للتليفزيون والراديو وشفنا كتير أشخاص عملوا أغاني على السوشيل ميديا وضربوا بشكل مش كتار إذا بدنا نقول بس عملت بومينغ الغنية وصارت كتير تتنزل بريلز وهيك يعني بتعتمد على هيدا الشيء وشو برأيك الأغنية يعني هل فنين بيقدر يعرف أنه هيدا أغنية بقى تضرب ولا لأ العالم ما فيك تعرف شو بحبه هلأ صراحة قد ما تتوقع إذا ممكن الغنية تضرب أه أولا ما فيك لأن أوقات عن جد بيكون في شيء مش متوقعتي له أنه هالقد ياخد صدا ممكن يكسر الدنيا وكمان صايرة حتى بالكوفرز معي أوقات تقول إنه شو هالفيديو عادة لأ جاب مشاهدات يمكن أكتر من غيره هذا كرميل شو بيدرب أولا كرميل قصة السوشيل ميديا بدك تضلك أكتف كمانا صعب تضلك أكتف وفيها حسناتها وإلى سيئاتها يعني لأنه كمانا كلما تضلك تطلع يعني مثل الواحد عم يحرق حاله يعني كمانا إيجابية إنك بتبيني بس بذات الوقت صح بتعرف وهيدا الشي ما كانوا يعتمدوه يعني كانوا يعتمدوه قصد الفنانين تسابقا صح الغموض إنك ما تبيني هيدا شي بوزيتف لألك كمان مش حلو الواحد يكون عنده كل شي مباح للعالم صح وكل شي يعني بيقدر يعرف كل معلومة عنه بساعة طو بذات الوقت معم بيكون فيه شانس تاني لتقدر يعني واحد يقدر يبرهن حاله كمانا أو يقدر يوصل صوته شو بدك تسمعنا بعد بركة نسمع شي كمان لمروة أخورة معقولي منك سامع في دمعة صوتة طالعة وقفت عم بتنديك عم تندك خليك حكي لي إذا مش راجع حتى ما أنطر فيه مرت سيني وأنا يا حبيبي بمكاني وكأنه اليوم بعدك عن عيني بكاني أو كأنه اليوم بعدك عن عيني بكاني مستغرب كيف ما نسيتك بهالأيام يا حبيبي لو ما حكيتك ما بعرف نام يا حبيبي لو ما حكيتك ما بعرف نام الله يا جان حسيت أنه بتحب هيك الأغاني الريئة وهيدا الشيء اليوم يعني الفنانين عم بيروحوا لأغاني صاخبة شوي عم بيروحوا للبيت أكتر من الكلام كرميل يمكن يعملوا ترند معينة قديب أنت مع هيدا الشيء أو بتقول لا أنا لازم حافظ على الفن اللبناني الحلو العربي يلي بيشبهنا صح أنا بغنى القصص اللي بتشبهنا يعني إذا الكلمة ما حست فيها ولا ممكن قدي الغنية يا ما في أغاني طلعت الترند وأنا فيها أعملها كوفر ما بقدر يعني أنا هالموجة مستحيل إلحقها مستحيل حلوة تنزعج تنزعج كل اليوم الناس يعني ما فينا ننكر اليوم أنه في أشخاص عم بيغنوا لا يغنوا يعني أو عم بيروجوا لنوع أغاني سريع على البيت طبعي يمكن حلو عم بيلاقوا رواج كتير كبير وقريب على الأسف أنه كله هلأ صار عم يسمع هيدا النوع هلأ هو حلو وأنا بحترم أكيد كل العالم وخيار كل حدب شو بيقرر يغنى يغنى بالنهاية كله فهم بس تزعل بس بزعل أي لأنه مش هيدا اللي مفروض يضرب يعني في عندك أصوات وفي عندك كلمات في عندك أغاني حرام ما تطلع حرام ما العالم ما تبطل تسمعه بس أكيد أنا حضلني بهيدا الخط ولا ممكن قدر أعمل أكيد في أشياء ألأ يعني بتنعمل ببيت بتكون كلمتها حلوة محترمة هيدا أكيد بنفسه أنا يعني بس مش ممكن تعمل هولي الأخان اليوم الرديات اللي بسمعون وهيدا نوع الموسيقى هذا مستحيل وهي موجة ورح تروح رح تروح أكيد أكيد يعني لأنه اليوم بتعرف دايما بحب أسأل هيدا الشي للفنانين لأنه خاصة للأشخاص اللي عندهم صوت حلو بتقول أنه بكونوا يمكن قاعدين عم يتفرجوا على هوليك الأغاني اللي عم بصير عندهم نسبة مشاهدة كتير عالية وهنا يمكن عم يتعبوا كتير وما عم يقدروا يحققوا هالأرقام بأغنية راقية مرتبة بزعل هيدا الشيء بكرة الموجة بترجع بتروح أنا أكيد يعني مستحيل يضل هاك الوضع لأنه هذا مش فن إذا بتلاحظي كمان الفنانين الكلاسي قد استمروا عشرين سنة ثلاثين سنة مرتبين ونحنا لليوم بعدنا عم نسمع أغني أكيد بعدنا لليوم نسمع أغني أنا ما عم أقول الباقي مش مرتب أكيد بس في عندك قصص هابطة للأسف يعني في كلمات ما فيك تغنية بلا معنى يعني تكون كلمة مرتبة بسيطة أحلى مما تكون غنية بلا طعمة هلو جون كيف علاقتك مع تيك توك هلو تيك توك ما كتير بستهضموا هالأبليكيشن أكتر مركز على يوتيوب وعالإنستغرام بس أكيد مهم تتواجه دي وينما كان وشو عندك هلو في أعمال عم تحضر لأعمال جديدة تترحب بالسوقة ومحضرها ديجا وهلو بدك تنزلها في عمل لبناني محضره مفروض ينزل بالصف إن شاء الله وعم بيشتغل على عمل مصري وعمل عراقي حلو خاي بقى نختم معك بس بقى نختم هيك بأغني صغيرة أكيد يلا شو بدك تسمعنا تسمعكم شي عراقي يلا طرفة وتحب الغزال وتغزلت بيها حلت شعرها ونزال لحجول رجليها حنية وكلها دفو محلها يا ربي نظرتها مثل الغاز استوتنت جلبي 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 الفنان جون عكوة أنا بدأت شكر حضورك معنا بدأت منيلك كل توفي إن شاء الله هيك عمالك الجديدة يعني بعرف عمل وراء عمل ما بتعرف أي عمل ممكن هيك يعمل بوميج ويوصلك للنجومية لأنه بتستاهل شكرا كتير لك جون شكرا جلبي 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 بوميجえば عمل Advعوا بوميجا نظرت جلبي لكزيك وزيكر ويوصلكنا بوضف حضورك بمجلستgerى layer